السلام عليكم كديرين لبس عليكم كل شي مزيان كنتمنى من الله تكونوا كاملين بيخروا على خير وافصحة جيدة يوم ان شاء الله خوتي خوتي اتي فيديو جديد ووصفة جديدة هادي نتقاسم معاكم السرديل في الفران بيدون قليل فقط كنتستعملون قليل من زيت الزيسون كيجي خاطر بوحد الحشوة اللي اكتر من رائعة كتجي لديدة بززف ونمتأكدها إلا إلا جربتوه غادي نتعتامدو هالطريقة هادي والصحي اه المهم كيجي خاطر ما نطورش عليكم خليكم مع المقادرة وطريقة تحضير وفرجة ممزعة بسم الله على بركة الله كنحتاجو هنية السرديل مهمة الكمية اللي عندي من سكيلو دي السرديل اللي منقيه مزيان او مغسل مزيان او كنخليه اتساقتر مزيان ينشف من الماء بالنسبة للشرمولة كنحتاجو القزبر او معدنوس واحدة كمية مهمة مقطع مزيان يكون جديد ضروري خصي يكون جديد كنحتاجو حد نس كاس دي الزيتون بالعظم اللي مغسول او كنقطعو او احتوا بالقرادة كنحتاجو حد تسة صوص دي التوما محقوقين او كنحتاجو حد الفلفلال اللي مشوية في الفران وتهي مقطع اا بالقطعات دي الربيع كنحتاج نس حامدة كنحتاج زيت الزيتون بالنسبة هنا يالملح مادرساج في التوابين كنحتاجو الهريسة كنحتاجو حد راس مع القادية السكينجبير واحد نس معلقة دي الخرقوم البلدي معلقة صغيرة دي القزبر واحد معلقة صغيرة مع مراش دي البابريكا واحد راس معلقة دي الكامون ما نقويش من الكامون لانه كيعده واحد المادق اا ممر من الاحسن ما نقويش منه درسان غير راس معلقة كما قدي قوموا الملح مادرساج لانا عدنا الحامض عدنا الفلفلاتيانة حيث عندي موجودة في تلاجة فيها الملحة وزيتون مالح من الاحسن ما نديروش نتفادو نيائي الملحة وراجه هو هادك يعني مادق هو هادك ما جيش مستوش جزبين صافي كمشو معايا وما كنديروش لبزار هاد الوصفة هادي كان يعني من الاحسن نديرو الهريسة إلا ما توفرتش الهريسة هاد نديرو شوية دير لبزار ولكن بالهريسة كيجي خاطع المهم كان خلط مكونات كاملة كمشو معايا في هاد ترسيلة دا كان عصر هادي كنص حامضة وكنزيدو حد تقريبا حد معلقة صغيرة دي زيت الزيتون باش تجمع لي حد شرمو له هادي كيجي خاطع الصحي أنا متأكدة إلا جربتوه والله ما باقي انتقليه السردين كيجي مقرمش وكيجي في فن كيجي ببنين بزاف وصحي ما كيدير لحو رقاله والو المهم أنا را في الأخر خدمت بيدي هاكا باش نتحكم في ديك الشرمولة هناك ما كتشوفوا معايا عندي هنا هاد طاوة هادي ليدر ثلاثة هي وحد الخويت دي زيت الزيتون ودهنتها صافي وغادي مدى نعمر في السردين يعني الطريقة التقليدية المغربية اللي احنا المغاربة كاملين كنعرفها كلنا كنديروها يعني من زي عمان سردينة فوق سردينة هاكا المهم كان ندير الدهر دي السردينة هاكا في الشرمولة شوية وكان عمر أنا عمرتهم بزاف حدة شوية الشرمولة درسة شوية كثيرة عمرتهم مزيان مهمتوا ما ديروا يعني القياس اللي غاديك فيكم لحسب عدد الأشخاص صغير هو أنا صراحة درسة شوية بحال عمرتهم بزاف يعني قلت أنا غاسب قليل الشرمولة مع الدماغ ندير فيها اللهم نعمرهم وفي الأخر يعني يجوا صراحة خطيرين سفيك نعمر هاكا كمشوا معي أو كنحط نفس الطريقة حتى كنكمل باش قع ما يجي الفيديو طويل بزاف هادي عندي وحد الفلفل حارة اللي غسلت وقطعت هاكا نرقيقة وحطيتها كل سري دي لا حطيت فوقها شوية دي الحار وفي نفس الوقت الفرار راح كيسخن خس الفرار يكون سخون شاعته قريبا شي سبعة دقيقة وهو كيسخن من الفوق ومن التحت عندي فران دي القيس والنار تكون مهينة باش يطابع لا خاطر وماشي غير يتحرق سفي ونخرجه أخذها لي تقريبا 21 دقيقة هاكا ولا 25 دقيقة صراحة سفي قدرت وحد الخوية دي بقاتية وحد الوحدة كمشت وغيتها مع بعضياتها ما كينش خطها سفي قدرت وحد الخوية دي الزيت الزيتون كمشوا معي سفي ودخلتوا الفران من اللي دخلتوا الفران هنا ردرت حتى البطاطا البطاطا عندي في القناة صراحة ما شاركتهش معاكم باش ميجيش الفيديو طويل البطاطا في الفران كتجي مقرم شو كتجي كاتحمق راح عندي في القناة دي بنخليكم رابط الفيديو ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله والستردير ديانا كييجي على حد شكل هذا كييجي خاطير كانت مننا نتمنى انكم تجربوه لكم والوليداتكم انا متأكدين اجربتوا هالطريقة هذي غادي يقول لي معتماد عدتكم وغادي يحمقكم حتى الناس اللي ما كيعجبوا مش التردير غادي يعجبكم وانا متأكد انه غادي يعجبكم المهم كانت مننا على فيديو يعجبكم ونقول ليكم مع فيديو جديد وما تنسوش تباطة جيو الفيديو مع العائلة ومع الاصحاب باش تعمل فائدة وكنقول ليكم مع فيديو جديد بإذن الله في أمان الله وحبته مع السلامة